بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر ميكانيكا المواعع الثنين، الدرس الثاني أنترنل، انكمبريسيب الفيسكوز فلاو كنا قد حلين في المسألة الماضية أو في المساء الاثنين الماضية صريان الماء على سطح مائل وقد كنا حلين في المسألة الأولى صريان الماء على سطح مائل بدون وجود سطح من فوق يعني فقط سطح من تحت الصريان وكان السطح مائل بزاوية ثتة ثم حلين في المسألة الثانية نفس الشيء يعني صريان الماء على سطح مائل ولكن في الدرس الثاني ستو حلينا بوجود سطح آخر من فوق فأوجدنا الفرق بين المسألتين خاصة في الفيلوستي بروفايل ونتج عنه إيش؟ تغير في دي شارج كنا قد أوجدنا أنه الدي شارج بين سطح مائل بدون وجود سطح من فوق وسطح مائل بوجود سطح من فوق في فرق في الدي شارج ما يعادل أربع مرات وكنا قد طرحنا سؤال هل يمكن تفسير هذا عمر ليش أربع مرات في فرق بالدي شارج؟ وقد كنا أيضا طرحنا سؤال اللي هو كيفية إيجاد كيفية إيجاد فوليستي بروفايل وأيضا الدي شارج لو كان عندي سطح عمودي فهنا في هذه المسألة اللي قاعدين نشوفوا فيها واللي هي Exercise 2 اللي ما راح نحلها ولكن راح نعتمدها على أنه أساس هومورك تقوموا به في المنزل إن شاء الله ثم يتم إرساله عن طريق الأساينت فهنا فقط نحاول أني نساعدكم في شرح المسألة وأعطاء بعض التلميحات على إيجاد حل لهذه المسألة فهنا زي ما نشوف العنوان عندي دراسة Steady يعني هنا بدون استعمال أو تأثر بالتايم Fully Developed يعني بدون تأثر بالديركشن حقية الإكس حقية الصريان Laminar يعني هنا ما في صريان إنسيابي Uncompressible Flow يعني الدنسيتي ثابتة Down A Vertical Plane Under Gravity فهنا راح نعتمد على إيش على Vertical Plate وأيضا استعمال الجرافتي فقط لنزول الماء فهنا زي ما نشوفوا إنه اتجاه الصريان هو إيكس الواي هي عمودية والزت هي عمودية على الشاشة فهنا نحاول نقرأ المسألة Viscous film of liquid drain down the side of a wide vertical wall is shown in the figure At some distance down the wall the film approaches a steady condition with the fully developed flow فهنا زي ما قلنا steady Fully developed The thickness of the field is H Assuming that the atmosphere offers no share resistance No share resistance في أي مكان في هذا المكان H فهنا عندي DU and DY في المكان H تساوي 0 Obtain an expression for what Velocity distribution يعني طلبني في الU تساوي كم وأيضا Show that A standard أو أظهر أنه H تساوي القيمة هذه فهذا السؤال كأنه يزاد Q تساوي كم بالطبع مع معرفة أنه NU هي kinematic viscosity Q زي ما قلنا هي Volumetric flow rate أو discharge Per unit width And G هي acceleration due to the gravity فقلت المسألة هذه إن شاء الله سننتظر حلها وإرسالها إلي عن طريق البلاك بورت نحاول في نفس الحصة هذه حل المسألة أو بداية حل المسألة اللي هي تقريبا مشابهة للمسألة الأولى والثانية لكن في بعض الاختلافات اللي راح نشوفهم إن شاء الله فهنا المسألة عبارة عن وإرسال المسألة يستخدم من 5 متر و 6 متر لتحرك البلاك بلت أفضل المسألة ثلاثين فهنا أعطاني الأرقام 5 متر هي الوائد 6 متر هي الوائد 6 متر هي الوائد The distance between the belt and the fixed platform is 2 mm فهنا الـ edge 2 mm يعني 2 x 10 أسالب في 10 أسالب 3 متر The belt discharge into an open container On the ship The fluid is actually a mixture of oil and water فهنا عندي خليط من oil والواتر لكن هنا قلي To simplify the analysis Assume crude oil dominates يعني Ease لنفترض إنه الزيت هو الشيء الموجود أكثر في المسألة هذه السؤال Find the discharge يعني volumetric flow rate وأيضاً The power required to move the belt بالطبع هنا أعطاني Density 860 kg per meter cube وأيضاً أعطاني Viscosity 10 أسالب 2 Newton second parameter square حل المسألة يتم تقريباً زي ما حلنا المسألة الأولى والثانية وأيضاً زي ما ورينا هذا الأمر في الدرس فنفيستوكس إقوشن رح نتحصل على X component Y component Z component البالانسز الثلاثة اللي قاعد نشوف فيهم طيب كيف أوجد البالانسز هاته فهنا نطالب الطالب اللي يشوف الفيديو هذا كيف الدكتور أوجد الأمر هذا طوالي بدون ما يشرح ولا شيء إنه يرزع للفيديوهات اللي قبل ويطلع عليهم خاصةً exercise 1 2 وأيضاً الجزء المتعلق بشرح Navia Stokes في هذا الجزء ورح يلقى إن شاء الله تفسير وواضح هنا إضافة أيضاً no applied pressure gradient to drive the flow هذا يعني إيش؟ يعني derivation of pressure عادي X تساوي كم؟ تساوي سفر بإذن the flow is driving by gravity allowed يعني فقط يعتمد على gravity للنزول therefore we get المسألة هذه وهي جات من الأمر هذا زي ما قلنا اختزلنا derivation of pressure عادي X تساوي سفر من المسألة X component رح نتحصل على derivation تربية U عادي Y تربية يساوي Rho G على Mu Sinus Theta وهذا من جان الأمر جان الأمر من المعادلة هذه زي ما نشوف بالنسبة لل Y component تقريباً تبقى نفسها فقد تحطينا Rho G Y في الجانب الأيمن و G Y هي نفسها تساوي G Cosines Theta ما ننسى هنا Sinus Sin حق Minus بما أنه Direction يعني أكثر في Z component Minus Derivation of Pressure عادي Z تساوي سفر وهذا يعطيني معلومة أنه Pressure is not a function in the condition of Z استعمال المعادلة رقم 16 تحصل لي على إيش تحصل لي على إنه هنا هنا At Y تساوي U تساوي سفر هذا boundary condition 1 وأيضاً إيش؟ عندي At Y تساوي H U تساوي U capital No Sleep Boundary Condition طيب إيش هذا؟ بالطبع هذا نستعملوه إمتى؟ نستعملوه لما يكون عندي Free Surface Boundary Condition فهنا نرجع للسلايد اللي قبل فقط هنا لإيضاح الأمر عندي هنا Derivation square U Rho G sin ألاحظ هنا موجود المينس لكن المينس هنا اختفت ليش؟ لأنه minus G X يساوي G minus أو G sin ثة وننتبه للأمر هذا فنرجع هنا للمعادلة 16 اللي كنت نحكي فيها الحين Sign changes in the question Integration of question number 16 Do you add y تساوي Rho G على مون سينة ثتة Y plus A بالطبع A هي first constant Second integration of balance 17 نتحصل U تساوي Rho G B 0 boundary condition الثانية y U تساوي U نتحصل على A تساوي هذه تعويض A and B في أماكنهم رح نتحصل على H تحصل على balance 19 U تساوي هذا كل استعمال الأمر هذا لحساب volumetric flow rate By definition Q is equal 0 H U DY تساوي تعويض U بقيمتها اللي هي المعادلة 19 نستعمل integration رح نتحصل على volumetric flow rate تساوي اللي نشوفيه في البالانس 20 تعويض الأرقام هنا Rho 68 G 89 86 806 H زي ما قلنا 2.002 أو 0.002 متر 36 درجة المو 10 السالب 2Ns per meter square و السرعة U تساوي 3 متر per second تعويض الأمر هذا حصلنا على Q تساوي اليونت هنا هنا لسائل إن يسأل هل اليونت حق الدشارج هي المتر مربع per second أم متر per second هنا كأنه في خطأ طيب في خطأ ما في خطأ لا هنا ما في خطأ لأنه إيش قاعدين نحسب دي شارج هذا per unit width of the belt فإذا بغيت نحسب حق الدشارج بكله إيش نسوي نضربها في حق الدشارج اللي هو خمسة متر ورح نتحصل على دي شارج متر مكعب per second فهنا ننتبه لما نكتب الدي شارج ونكتب اليونت حقتها متر مربع per second يلزم لنكتب هنا per unit width of the belt وإلا يعتبر الكلام هنا خاطأ هنا نكون تقريبا يعني خلصت المسألة هذه لكن في بعض الأشياء اللي راح إن شاء الله نكملها بحلال الحساب قادمة وهي عن طريق طرح الأسئلة هذه how do we get the power requirement what is the force acting on the belt and a question for shell هنا كنت طرحت الأسئلة الكل اللي موجودين وعرضت المعادلات اللي راح نستعملهم حقة الباور اللي هي تساوي force في الفلسيتي share force tau و equation for share هنا إن كنت خلصت المسألة هذه أو بداية المسألة هذه أو جزء منها إن شاء الله خلال الحساب القادمة نكمل هذه المسألة السلام عليكم ورحمة الله نعم نعم